بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى الوقت دوت كل الناس محتاجين يأكدوا على قيمهم ويثبتوا على قيمهم ويبصوا شوية على ركائس حياتهم ومن أهم المعاني اللي ارتبطت بوجود الإنسان معنى مهم جداً جداً لازم نتكلم عنه دلوقتي نتكلم عنه عشاننا وعشان أولادنا وعشان نعيش به وإحنا محافظين عليه كل الأديان جاءت عشان تنص على إن الإنسان مكرم وتنص على تكريم الإنسان فكرمة الإنسان حاجة لا تفاوض عليها ما فيش تفاوض على كرمة الإنسان وأي حد بيفاوض على كرمة الإنسان بيخون الرحمن أي حد يفاوض على كرمة الإنسان بيخون الرحمن لأن كرمة الإنسان مش هبة يوهبة إنسان لإنسان لكن كرمة الإنسان صفة أساسية جعلها الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان وأبرز ما ظاهر التكريم كانت إخراج الإنسان من عبادة ما سوى الله وإسكانوا في كرامة أنه عبد لله فكل الأنبياء كان عندهم نداء واحد اعبودوا الله ما لكم من إله غيره نداء واسع عشان كده كانت كرامة الإنسان وعشان كده كانت كرامة الإنسان عنوان لكل الحياة تتحقق كرامة الإنسان بعبودية الإنسان لله وعشان كده نلاقي ده واضح جدا جدا في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وبنعيد ونفضل نعيد إن كرامة الإنسان ربنا ربطها بالأرض فرب العالمين قال لنا إن كرامة الإنسان لكل البناء أدمين فإحنا غاليين عند ربنا إحنا معتقدين في هذا الدين إن إحنا غاليين عند ربنا وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما شاف الناس بيقولوا حتى هو قال لرسول الله لو بعتني يا رسول الله لو جدتني عبدا كاسدا قال ولكنك عند الله غال فانت غالي عند ربنا ولازم نقول الكلام ده وإحنا في الوقت ده لأن في ناس كتيرة جدا جدا حسين بالمهانة فنقول لهم اوعى تحس بالمعانة فأنت لا تهان ولكن تختبر وتبتلى عشان نخرج من ضقنا إلى سعة الله سبحانه وتعالى المراد من كل الشدائد أي شدة بتمر بنا إننا نحن نخرج من ضقنا إلى سعة الله ضق حولنا وقوتنا إلى سعة ومدد الله سبحانه وتعالى عشان نذوق مدد الله سبحانه وتعالى لازم نعرف إن الإنسان مكرم فالله سبحانه وتعالى علمنا بذاته العالية عشان يكون التعليم اللي علمهن عنوان حياتنا ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان كده عبد ممدود كريم لازم تعرف إن كرمتك ليست بيدي أحد فأنت قد كرمت من الأحد يبقى إيه لازم تعرف أن كرمتك ليست بيدي أحد لأنك قد كرمت من الأحد وعشان كده هتلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن من تكريم ربنا سبحانه وتعالى إن خلق سيدنا آدم في أحسن سورة في سورة بديعة في سورة كريمة ويأتي الحديث إن الله خلق آدم على سورتي يعني على سورتي آدم في أحسن تقويم في الله سبحانه وتعالى خلقه في أفضل سورة وفي أبدع سورة ونلاقي نفس المعنى نفس معنى إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على هذه السورة المكرمة نجدها في الأديان الأخرى كمان فنجد نفس المعنى ده موجود مثلا في التوراة أو ما يسمى بالعهد القديم احنا عندنا العهد القديم والعهد الجديد والعهد الأخير القرآن الكريم في سفر التكوين الله سبحانه وتعالى بيقول ساقق دم الإنسان بيقول مولانا سبحانه وتعالى هو يتكلم على المعتدي على دم الإنسان وإن الدوة بيتجاوز ويصل إلى إهدار الكرامة الإنسانية ولذلك أي حد بيتعدى على كرامة الإنسان ملعون في كل الأديان ولذلك جاي في سفر التكوين بيقول سافي كدم الإنسان بالإنسان يسف كدمه لأن الله على صورته عمل الإنسان يبقى إذن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهذه السورة مش بس كده هتلاقي كمان في التوراة كمان نص واضح بيوسب الكرامة في سفر الخروج بيقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك يبقى إذن عايز تعيش كريم وحياتك تكون طيبة لازم تكرم الإنسان يبقى كرامة الإنسان دي معنى راسخ ثابت في كل الأديان حد يعي يقول لي بقى أنت جايب النصوص الدينية دلوقتي من الكتب النصوص الدينية من الكتب الأخرى من التوراة جايب النصوص دي ليه مع أنك أنت بتقول وقعد تحشد الأدلة مع أنك أنت بتقول إن دي مش حرب الدينية بتعمل كده ليه وإنت من الأول بتقول إن دي مش حرب الدينية أقول لك إحنا مش عايزينها حرب الدينية لكن للأسف في قادة كبارة عندهم دايماً بيستدلوا بنصوص دينية فإحنا بنرد عليهم ونقول لهم زعمكم واللي بنتوا عليه كل الكراهية وكل المحاولات للإبادة والتهجير ما لقاش علاقة بالدين علشان نقول لكم إن أنتوا خلفتم دينكم وخلفتم النصوص اللي أنت بتدعي أن أنت متمسك بيها وعملتم إن دينكم حذركم منه لما قال لك في سفر التثنية ولا تشتهي بيت قريبك ولا حق له قال لك إيه لا تشتهي بيت قريبك ولا حق له الرجل اللي ساكن جنبك ما تشتهيش بيته إيه وحق له بلاش تيجي على الزيتون بتاعه بتجيش على البستين والنخيل بتاعته وتاخدها ولا تيجي على بيته كمان تشتهيه ولا أرضه وتهدمها وقال لك في سفر الخروج ابتعت عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار ما تقتلش الأطفال ما تقتلش النساء ما تقتلش الناس المحتمين اللي ما عندهمش أي حاجة ومحتمين بمكان حتى عشان الشفاء خلك يا سيدي محتمم القيمة حتى علشان كده لازم نفهم إن التكريم ده هيبقى مع ابتلاء زي ما قلنا قبل كده إن ربنا ابتلأ آدم بإبليس اللي هو الشيطان إذن نكمل كلامنا مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا ونكمل كلامنا كمان عشان نرد على أي حد بيحاول يحولها إلى حرب الدينية ويستدل بالنصوص الدينية عشان يجمع كل الناس بتمسكوا بدين معين عشان هو عارف إنه هو مفلس فأعرف إنه هو ما عندوش أدلة عارف إنه هو ما عندوش حاجة في بيستدل بأي حاجة فإحنا بنقول له أنت عارف كويس جدا 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 أن أنت خلفت نصوص دينك وإنت عارف كويس جدا جدا أن أنت عمرك ما كنت متدين بس أنت بتحاول بقدر الإمكان أن أنت تشعل المسألة سعاد عشان تستدعي إسلاموفوبيا وسعاد عشان تستدعي الناس لأن أنت محدش بيدعمك بس أنا بفكرك إنه في سفر التسنية بيقولك ولا تشتهي بيت قريبك ولا حق له وبرضو بفكرك إنه في سفر الخروج بالنص بيقولك ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء أو البار علشان كده لازم نفهم أن التكريم اللي بيخلي الناس كلها سواسية مش كل الناس هتسلم بيه فيه ناس كتيرة عايشة بفلسفة أنا خير من وعشان كده هيبقوا مع الشيطان ويبقوا هما بلوتنا اللي ربنا ابتلانا بيها ده هيبقى ابتلاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء آدم قبل كده بإبليس هيبتلينا كمان بجنود إبليس اللي هو الشيطان واللي ابتلاء على فكرة بالشيطان ما كانش بس للمسلمين للكل الناس كل الناس إبليس مترصت كل المؤمنين وعشان كده بنقول أن فضل التكريم هيفضل مستمر بس هيفضل بقى شركاء الشيطان اللي ربنا سلطهم عشان عشان إحنا ننسبت على أن إحنا نعمر الأرض ونحفظ الدم لكن هم يفسدوا الأرض ويسفكوا الدم وترى يا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحذر من الاعتداء على كرامة الإنسان والإفساد في الأرض ويخوفنا يخوف كل كل البشر من أن هم يتعدوا بس خلي بالك شوف اللمحة فكأن الله سبحانه وتعالى يوضح أن القتل ده أن أي حد يقتل ولو بن أدم واحد كأنه قتل الناس كلها ولزاك الله سبحانه وتعالى يقول وشوف اللافتة القرآنية وكأن اللافتة القرآنية بتقول لنا أن في دايرة مهمة لازم نبص فيها في التاريخ تاريخ الإنسانية كلها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس يميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع يبقى احنا لازم نعرف وده مش بس في القرآن بس كمان في التوراة ربنا حذر كمان من التخريب والإفساد فجي في سفر التسنية اسمعوا النص ده مهم جدا لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوسيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم حتى تغيظوه بأعمال أيديكم تصلوا إلى غضب الله سبحانه وتعالى بأعمال أيديكم هنا بقى عايز أقول لكل مسلم خصوصا إخواتنا في فلسطين في غزة أنت كريم أنت كريم الحياة حتى لو رأى بعض سكان العالم وبعض العالم غير ذلك عشان هما بيؤمنوا بخرافة الدم النقي أو الدم الأزرق أو فكرة المختر المخلص كل الكلام ده هو عارف أنه كذب وإحنا لازم نكون على يقين أن أنت كريم كريم الحياة وبتحيح حياة كريمة ليه؟ لأنك عبد للكريم سبحانه وتعالى ومن أتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالقرآن الكريم اللي كرم البشر كلهم فأنت كريم على الله ودايما بقول لك دليل الكرامة الإنسانية أنك تحيا بالرحمة المحمدية وتحيا باليقين المحمدي ومن مظاهر الكرامة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الكتابة والحكمة ثم نعيش الخبرة من خلال التجربة الإنسانية وتجربة الحياة بتمتزج بالحياة فتصبح حياة الإنسان حياة الكرامة اللي أنت فيها تفهم سنن الله سبحانه وتعالى وعشان تفهم سنن الله سبحانه وتعالى تعالى نعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا مكرمين ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم يطلع علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتابة والحكمة يبقى إذن كل ده بنشوف فيه وكمان نصل إلى الخبرة والتجربة في الحياة كل ده يجعلنا شعرين بالسبات ويمكن ده اللي ممكن تجده واصل في قلوب الأمهات وهي بتلمس أولادها الشهداء ومليانين سبات وده اللي عندنا في أرضنا في مصر وإحنا شايفين إن إحنا مش لوحدنا لإن إحنا معنا الواحد إحنا حسين بإن إحنا معنا الواحد سبحانه وتعالى ليه؟ لإن إحنا متمسكين بالكرامة متمسكين باللي كرمنا الله سبحانه وتعالى به متمسكين إنه وقعنا في الأرض اللي تجلى الله سبحانه وتعالى عليها عشان يفضل عندنا مدد ويفضل عندنا سبات وعشان كده من كرامة الله لك انك تلتزم وتتعلم وتعلم أولادك ان انت عبد لله ولا استرابا زي ما بعض الناس بيتصوروا وبيعبسوا بحياة الناس وبيدام الناس كأنه يقتل هذا ويحيي هذا لا خالص احنا عايشين في مدد الله وفي ملك الله وعشان كده لازم في حكم نأكد عليها وان هي موجودة وان كل اللي بيحصل ده حكمة وما زلنا في المدرسة وبنتعلم في المدرسة دي بنتعلم في المدرسة ربنا سبحانه وتعالى اصد ان هو يعلمنا عشان نعمل بما تعلمنا نعلم ان الصدق والثبات احد اركان هذه الحياة ونعلم ان الارض هبى من الرب وليس لأحد ان ينزع الارض ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لما كرم انسان ما حدش ابدا يستطيع ان ينزع عزيز الكرامة عنه كل ده بنتعلمه من مدرسة اسمع الحياة ربنا سبحانه وتعالى فيها بيعلمنا الدروس وعشان كده اول اجراء انا بقول تعالوا نتفق عليه في الزرف اللي احنا فيه عشان نقدر محافظين على الكرامة خليك دايما كده حاسس بان انت لازم طول الوقت تاخد تصلب طولك لان طولك ده اللي وهبهولك ربك سبحانه وتعالى اصلب طولك لانك مصري لان مصريتك دي خليتك حاسس بكرامة ربنا ليك ازاي ربنا كرمك فعلموا اولادكم ان هم يسمعوا ان هم من اهل هذه البلد ومن اهل كرامة ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بكرامات كثيرة جدا جدا مش بس بكرامات النصر لا بكرامات التماسك والرباط وبكرامات كمان ان الله سبحانه وتعالى يخرجهم دائما من كل شدة وهم اقوية وطولهم مصلوب وعودهم واقف وشامخ وتفضل رأسهم مرفوعة ان هم متمسكين بمدد ربنا لا منتظرين ان هم يتجرب حاجة لكن هم متمسكين بفضل ربنا ليهم وبمدده ليهم الامر التاني المهم ان انت كمان تتمسك بيه وتعلمه لأولادك بان كل ما جاءت شدة لازم تتعلم بشيء مهم جدا جدا لازم تتعلم مهارة جديدة ازاي تدير أزمتك لازم تقعد مع أولادك وتقول ازاي هندير أزمتنا مع بعض لان في الحقيقة انا مش هقولك ان الازمة دي هتعدي لكن لازم لما تعدي بس مش هقولك ان هي تعدي وبس لكن عايز اقولك لما تعدي لازم نكون أكثر حكمة ولازم نكون أكثر خبرة ولازم نكون أكثر ثباتا ولازم نعرف ان احنا محتاجين نضيف حاجات كتير في حياتنا محتاجين نضيف علم محتاجين نستمر في العمران محتاجين كمان نعرف كرامة الانسان محتاجين كمان نتكلم على العيش المشترك محتاجين نجدد شباب أخلاق الإنسانية لأن ده أمر ضروري لازم أولادك والناس يتحلفوا مع كل الناس اللي بيدعموا كرامة الإنسان وأخلاق الإنسانية كل ده شيء مهم أمر التاني ما ننساش سيف الله المسلول الدعاء لازم تدعو الله سبحانه وتعالى وأنا بحب الدعاء ده وخاصة في وقت الأزمات دعاء بقول فيه يا من تودد إلي في الأزم وأنت على إمدادك لي لم تزل أسألك أن تكسوني بعطفك فلا أترجع وأن تسبتني باليقين فلا أنهدم ولا أتصدع وأن تعاملني بجميل حنانك فلا أجزع وأن تسكني في حصن أمانك فلا أفزع يا رب العالمين وكلي على الدوام مؤنسة واجعني بفضلك في حضرة قربك على مقعد محبتك على الدوام جالسة يا واسع يا ودود يا ذا الكرم والجود اجعلني من أهل المدد على الدوام يا ربنا يا من تفتح علينا بفضلك والجود مهما كانت القيود فتخرجنا إلى مددك بلا حدود أكرمنا يا رب واحفظنا واجعلنا دائما بك يا ربنا من أهل اليقين ومن أهل الثبات إلى يوم الدين يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم نترقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها وتفضل جسر بيننا وبين مجالس العلم ونفضل في محل نظر الله وفي محل مدد الله سبحانه وتعالى يا رب ديم علينا هذه الأوقات المباركة واجعلنا دائما في رضاك وفي حماك ونتلقى أول سؤال أستاذ إسلام من الأليوبية أستاذ إسلام نعم وفضل الحمد لله فضل الحمد لله فضل والله فضل حضرتك يا محمد لله فضل دائما يا فاق معنا مراتي في المدد أحلم نفيد عبين حواليها طيب أجاوب على حضرتك ولا فيه سؤال تاني فيه سؤال تاني فضل وطعلها برضو حلم مبارح تمام هي نايمة وحلم بالحلم من قيدة أبان نخلها مع الجانين اللي في بطنها طيب فيه سؤال تاني لا تمام كده أجاوب حضرتك يا سيدي بوسي سيدي إحنا البرنامج عندنا حريص كل الحرص على أنه منطقة تفسير الأحلام لا ندخلها لأنها في الحقيقة منطقة عندنا إجمالها كله أن الحلم لو كان فيه أي شيء حسن فهو بشرة وإن كان فيه شيء سيء فهو نوع من أنواع التحذير ده كل فلسفة كل الأحلام لكن اللي أنا عايز أقولولك ده اللي عند حضرتك ده السؤال اللي عند حضرتك ده لو أن زوجتك حامل ده جزء من حديث النفس هي خايفة كتير جدا 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 من أمور بتحك حواليها لأن في الغالب التعبين دي الناس بتحس بيها أن هي دوت بيعبر عن الأعداء غير الأعداء غير الأعداء اللي هناك دول لكن هي حسة أن حواليها البيئة اللي حواليها بيئة مش مريحة فحاولت تخليها تطمئن للبيئة اللي حواليها ده اللي أقدر أقولولك فيما يتعلق بنفسيتها لكن زي ما قلت لحضرتك لا ما فيش حاجة وإن شاء الله تولد بأمان إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يرزقهم بمولود مبارك إن شاء الله بنور وبركة وفضل ونعمة معنا الأستاذ سليمان من جنوب سينة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اللقاء عليكم السلام ورحمة اللقاء أهلينا الغليين في جنوب سينة الله يرضى عنك سيد سليمان الله يخليك دكتور الله يخليك سؤالين معنش معنش. على رأس يتفضل. الله يبارك والمحضرتك. يبدو استاذ سليمان انت يبدو ان احنا يبدو ان احنا محتاجين نوطي التلفزيون شوية ونسمع من التلفزيون. انا مع حضرتك والله. وطيت التلفزيون. مع حضرتك اه دكتور. لا انا معك لستين سنة قدام. اهلنا بجانبسينا فوق دماغنا. ما نقدرش. تقدر استاذ سليمان. انا بطلع استاذ انا عالمعاش. معي? نعم. بطلع. بطلع استاذ. فاحيانا الهدومة تبقى مش منها ان انا اصلي بها. فلا جمع الفردين او اكتر. انا بروح بصليهم. هل جي فيها وزر ولا حاجة? انت بتطلع انت بتطلعت استاذ خارج. بطلع استاذ اه. استنى. اه بقارب اه بقارب. طيب بعارب. بتطلع بقى مدة يعني بتطلع بقى. يعني يعني بقى مثلا ايه بقى. في فردين محسن جمعي. ضهر وعصر. تبقى وعصر ومغرب كهنا بس. نعم. بقى انت ايه بقى. خليني افهم. انت 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 في مركب ولا في سفينة? لا في مركب صغيرة. في مركب صغيرة. فانت بتطلع في البحر. فايه اللي بيحصل? فبتجمع ما بين الصلاطين. هل تستطيع انت تصلي في البحر ولا لا? لا ما ينفعش. عشان ريحة السمك والحيات دي بتبقى متعزة. اولا. اولا ده اولا ده صحيح. اسمعني. طيب السؤال الاولي. السؤال التاني كم? اتفضل السؤال التاني. السؤال التاني حضرتك انا مصلي ورا الامام. في امام يديني مساحة. اقرى الفتحة واماما يدينش مساحة. اجاوب احلى حضرتك واستاذ سليمان. سؤال الاولاني. اول حاجة بس اللازم نعرف ان ريحة السمك ممكن تكون بتدايق الناس. لكن مش معنى كده ان لو واحد عليه زفارة سمك هو ثيابه بقت ناجسة. عشان بس حضرتك قلت عدة حاجات لازم نقولها. يعني حضرتك لو متأزي فده ما يمنعكش من انك انت تشعر وكأن الثياب ملها ملوثة. لا ده مش صحيح. ما تشعرش بان الثياب عليها ايه نجاسة. فان كنت تستطيع ان انت تصلي في البحر. صلي في البحر ولا تعتبر هذا التأزي. اما اذا كان ده صعب عليك لزروف الصيد وزروف البحر وانت لا تستطيع. فيمكن ان ان تعمل بحديث سيدنا عبدالله ابن عباس الذي اخرجه مسلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع في غير سفر وفي غير مطر. وانا شايف ان مسألة الخروج للبحر. الخروج للبحر في مسافات طويلة في داخل البحر. لو انت المسافة كانت طويلة جدا 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 كمان تساعدنا على ان انت تجمع ما بين السراطين. بس انت تجمع ما بين السراطين لو كانت المسافة مش مسافة سفر اللي انت غسط بي ودخلت في البحر. انت تجمع ولا تقصر. يبقى انت لو انه صعب عليك ان تصلي في البحر هتجمع ما بين السراطين وتعمل بحديث سيدنا عبدالله ابن عباس ان رسول الله كان يجمع في غير سفر ولا مطر. ولكن ما يبقاش دادة يندنك. يعني ما تعملش الكلام ده وتو انت على البر. وما تعملش الكلام ده اذا كنت في مرات قادل تصلي صلي حتى ولو انت في البحر. السؤال التاني ارجو ان يكون اللي جابه واضحة. السؤال التاني مسألة الامام. انت هتقرأ الفاتحة لان ماذا باستاذ الشافعة ان الفاتحة ركن من التمنتاشر ركن من اركان الصلاة. يبقى انت تقرأ الفاتحة حتى ولو الامام بيقرأ. حتى لو بيقرأ الصورة. لان المتفق عليه اني وجوب الانصاط ده للفاتحة. يبقى انت بعد ما هو يقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة حتى لو كان هو يقرأ الصورة. فلا اسمع عليك بل صلاتك صحيحة. ويقرأ الفاتحة حتى وهو بيقرأ الصورة. نعم. استاذة ممكة تفضل. السلام عليكم ومساعدك يا سيخ. وعليكم السلام وحكاة تؤال ومساعدك. معرفتك عني فؤال بس واحد. تفضلي. اه انا جنتي كنت تكلمه في التليفون وموه مش اديك انا وهو فقال لي خلاص ان انا والله هطلع هطلقك بكرة. بس كده. طيب. او انا. بس فانا. طيب. انا مش عارفة. ده هل ده يبقى طلاق ولا ايه? انا مش عارفة اتعمل كأنه ايه بقى يا انا اتعمل عادي. انا اجاوبك يا امو مكة. اول حاجة يا امو مكة انما لازم عشان اجاوب في مسائل الطلاق لازم اجاوب لزوج حضرتك. وحتى لو انت موجودة معاه بتسمعيني بس لازم زوج حضرتك اللي يقول لي لفظ الطلاق عشان اجاوبه. حاجة تانية ان اللي هو قاله ده اللي هو قاله ده. لو هو زي ما انت قلتي كده. ده وعد بالطلاق. لسه ما هو ما طلقش. قاله ها طلقك. يعني ده خبر وعد انه هو عي طلقك. وكده باللفز ده ما يكونش هو دخل لا في كناية الطلاق ولا في الفاظ الطلاق ولكن هو بس وعد انه هو عي طلقك. الامر التاني انت بتقول لي عامل ايه؟ واحدة واحدة. ده لاش الطريقة دي. لما نلاقي ان احنا في الموضوع في التليفون يا سادة بس عشان نقول بلس التليفون ليس وسيلة صالحة للكلام في اي اشياء تتعلق بالمشاعر وتتعلق بالعتاب وتتعلق بالاحتياج. هذا التليفون موجود عشان الناس تتكلم في اوقات صغيرة للوصول الى اشياء ملح ان احنا انت وصل فيها في اللحظة دي. لكن ان انا اكلمه وانت او عتاب مش مكان التليفون. فدي نصحت لحضرتك. ولذلك اليمين ده انا مش هفتي حضرتك به لان انا مش لازم لازم اسمع اليمين ده من زوج حضرتك. ولكن كمان اللفز ده لفز وعد بالطرق انه هيطلقك ده هو بيوعدك انه هيطلقك. بس ده مش هيبقى لفز الطلاق ولكن نفس الكلام بقول لحضرتك ان اللفز الطلاق ده لازم نسمعه من الزوج عشان نجاوب عليه عشان هو صاحب اللفز. لازم نسمعه. واستاذة عمل من من يا تتفضل? ايوة ازاك يا فضل الشيخ. نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يديك الصحي فضل الشيخ وربنا يجازكم خير يا رب عننا. ربنا يعني هو امه ان انا لا اطلع راح لدكتور ولا راح ان ده بات ابويا ولا راح ان ده حد. فما هي التعب اللي فنعت يا فضل الشيخ ما يتعبني اما يخلني ان انا اه يعني اما ازعل اقول اما ازعل كده من ربنا اقول طب يا رب انت علم بحكسة وكده. يعني اشفيني ان انا ما عنديش مكان ان انا اقدر اروح ادوى ان انا اطلع اخش واطلع او ان انا معي مال عشان ادوى واعمل منظر وكده. فضلت الشيخ انا مش عاد فاعمل يا عم اوصل لحد ان انا اما عين. وقابد الواسط انا جوي. ورسل سخنة وكده. وما انه لا اطلع ولا اخش. فانا اه اه ده ماخدد ربنا. انا رب ربنا كده. يعني انا ما اقول يا رب انت عقل انت حالي. تبحش عني انت. انت مالا جاتب. ولا كده انت. حتى لو بسي تطوى ان انا راح ادوى وانا بدك اترى. وهي امه. امه. تقول لو اطلع دي مش هتخلسي هنا تاني. وانا ماليش حد يا فضلت الشيخ. ماليش حد. ازاي مالكيش حد. ليكي ربنا يا بنتي. ليكي ربنا وانا وانا اقولك تعملي ايه. انا اقولك تعملي ايه. انا مش هكلمك انت انا هكلم زوجك. انت اللي بتعمله ده. ولا عزب الله. يعني جارع عليك معاصي وزنوب. لو كان الكلام ده صدق بهذه الحالة. انت جارع عن نفسك معاصي وزنوب. لا حصرة لا. انت بتعرضها للخطر. وقد تكون بهذا. بتوصلها الى انك انت حياتها تكون في خطر. ولو حياتها في خطر. يبقى انت هتكون متسبب في قتله. فكلمك بصراحة. عشان بس تبقى عارف انت بتعمل ايه. فاتق الله سبحانه وتعالى. دي مش الامانة ان ربنا اوضاع عندك. انت على فكرة. البنت دي انت متجوزتاش من ابوها. اللي جوزها لك ربنا. انت جوزتها بكلمة الله. يعني ربنا اللي اباح لك ان انت تتجوز الست دي. فلما انت تخون الامانة بتخون امانة ربنا. لما انت تعمل فيها كده. انت بتخون امانة ربنا. فساعة ما تخون امانة ربنا ما تسألش بقى ايه اللي هيحصل لك. يا اخي خاف. هي مش جارية عندك. ابسط حقوق البنى ادم ان هو يتعالج يا اخي. ده رب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله. فابسط حقها انها تتعالج يا ابني. مش قادر تعالجها خليها تروح. لو اهلها قادرين يعالجوها تروح لأهلها يدفعوا لها تمن العلاج. لكن تسيبها كده. تقول لك بتسخن. طب لو 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 جات لها. لو كان عندها اي حاجة في معدتها فجات لها كريزة. لو جات لها اي حاجة فماتت. تتحمل زنبها. طب ده كله ليه? عشان انتوا عايزين تقدبوها انت والدتك. يا اخي التقل الله سبحانه تعالى فيها. مريضة يا اخي توديها المستشفى تتعالج. مفيش مستشفيات مليات دانية. والمبادرات موجودة. ما تجيش تقول مفيش فلوس. مبادرات موجودة. مات مليون صحة موجودة. مبادرات لو انت عايز يعني بتتكلم على انك انت معاكش فلوس. المبادرات موجودة وجنب بيتك لو عايز تروح تعالجها. اتقل الله سبحانه تعالى في نفسك. ان اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. وانت بتضيع من تعول. فانت بتعمل كبيرة. فاتقل الله سبحانه تعالى. واللي بيحصل ده حرام. وما يجس. وربنا سبحانه تعالى حسبك على كل لحظة الست دي بتتقلم فيه. فاتقل الله سبحانه تعالى في نفسك. استاذة امات الله من الجيزة. سلام عليكم يا دكتور عمر. وعليكم السلام ورحم الله وبركاته وفنده. ربنا يخليك. انا دلوقتي كنت موظفة وكنت شايلة بيتي وكل حاجة وعندي بنتين واحدة مطلقة واحدة ميسور في الحال. طي. فدلوقتي انا ثلاثة عنا معايش. طي. هل وزوجي ميسور بس ما عايش برضه. طي. هل هو لما يسيب البيت من غير اي مصاريف خالص ويطلع في سبيل الله بالشهر والشهرين. حلال ولا حرام? حرام. ولما اقول له رعيتك وقلاتك ما بتتقلش فينا. انا بجاوبك او انا بجاوبك او انا بجاوبك او. اه اللي يخرج ويسيب بيته من غير نفقات تحت اي مسمى وهو قادر ينفق على بيته هو مرتكب لاسم وهو مرتكب لكبيرة. ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعور. ربنا سبحانه تعالى ما طلبش من الناس ان هي تتخلى عن مسؤوليتها لكن طلبوا منهما يتقربوا الى الله باللي افترضوا عليهم. حضرة النبي صلى الله على سلام ربنا اللي قال لنا كده على لسان حضرة النبي صلى الله سلام. وما تقرب الي المتقربون بأحب مما افترضته عليهم. العايزة تقرب الى الله يتقرب الى الله بان هو ينفق على اهله. ده لو كان صادق. ما تقرب الي المتقربون بأحب مما افترضته عليهم. فرض عليك ان انت تنفق. فرض عليك ان انت ترعى العيال. فرض عليك ان انت تستوسي خيرا بزوجتك. فرض عليك ان انت تعشر زوجتك عشرة حسنة. فرض عليك ان انت تربي اولادك تربية حسنة. ده فرض عليك. ده اللي انت تتقرب الى الله بيه. من ذلك الكبار وعلماء الكبار من علماء السلف كانوا يقول ايه. سوفيان استوي يقول ايه. عليك بجهاد الابطال. ايه بقى جهاد الابطال ده? قال له الكسب الحلال والسعي على العيال. هو ده جهاد الابطال. لكن نسيب اولادنا كده? طب مين اللي هيربهم لك? هتستحمل اللي يبقى فيه احتواء بديل? عيالك ملاقوش حضن. فيدوروا على حضن في الشارع? وبعد كده تقول ان العيال ده ده مش متربية? اه بس ما هو مني ما ربهمش? مين اللي خاني الامانة? يا جماعة. اي حد يسيب بيته ويروح كده ويظن ان هو بيعبد ربنا بيخون الامانة. عيالكم امانة يا سيدي. احنا بالعافية واحنا موجودين مع اولادنا اولادنا عايزين نحافظ عليهم. ده الاولاد دلوقتي واحنا جنبهم في الظروف اللي احنا فيها دي. وهم شايفين الناس بتتقتل مليانين رعب محتاجين حد يقمنهم. حد يبقى هم الهم الاب والام موجودين عشان ايه? عشان الظروف اللي احنا فيها دي. يبقى ترك النفق حرام. ترك العيال من غير امان حرام. عدم وجود رعاية للاولاد حرام. فما ينفعش كده. لا يجوش شرعا اللي يحصل ان حد يسيب اولاده من غير نفقة ولا من غير رعاية. كل ده وقوع في الاسم. ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعقول. وانا اعرف تجارب كتيرة حصل فيها ان الاهل تخلوا عن اولادهم تحت مسمات كتيرة. فايه اللي حصل? والاولاد احوالهم بقت احوال الرضية والعاز بالله. ادرك ادرك ابنائك. ادرك زوجتك. ادرك بيتك. اول ما تسأل عنه ما استرعاك الله. فادرك اهل بيتك. نعم. استاذ محمد يتفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. رحمة الله وبركاته استاذ محمد. الله يبارك ركزي. انا مستمع كويس. السود بيتقطع يا استاذ محمد. اتفضل. 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 انا سامح حضرك الوقت. انا عندي سؤالين. السؤال الاول يعني اختي دلوقتي متجوزة ووزاقات في البيت بقالوا كم شهر ما بيشكلش. اه. كان والدي يعني بيسعيدها وبيديها. نعم. فاول اذا ما كون ايه مدى على كيف. فالناس قلت لوالدي ما تجيش به الثاني عشان ايه. ما يتمداش في الاعداء. فالابوي عاملو دلوقتي دا قطع ولا غلط. اجاوبك السؤال التاني. السؤال التاني دلوقتي انا اه في الان. فالتغذية المدرسية اذا ما احبب. اه دلوقتي في في ناس يعني في المدير دي يعني نفسه بيقول لي انت ليك ان انت تاخد لك وجبة كل يوم. طيب. انا انا مستحرمها فانا مش عارف هالحرام ان انا كودها ولا لأ. هي اللي. عن نفسي من جوه قلبي بيقول لي لأ. هي اللي واجبات دي. جاية للاطفال ولا جاية ليكم. لا جاية للاطفال. هو اللي بعد ما تستحقي الاطفال اولا كلها. اه من جواه انا بستحرمها. فانا مش عارف هالده حرام. طب هل عليكم اذا انتو وزعتوا على الاطفال ان في اطفال بيبقوا غياب. فهل انتو اذا وزعت اسمع بس اسمعي سؤالي. هل اذا وزعتم على الاطفال والاطفاء وده فضل من الاطفال. عليكم ان انتو فيه نص بيقول لكم ان انتو لازم ترجعوا ده للوزارة. لا يا فنم ده بيترحل الاسابيع التانية. يعني مثلا يوم الخميس. يعني دي واجبات جافة. دي واجبات جافة يمكن. اسمعني طيب. دي واجبات جافة يمكن ان هي تفضل. والصلاحية بتاعتها تفضل موجودة. صح? اه اه بتترحل. يعني كل خميس اللي يفيد من رحاله الاسبوع الجاي. مثلا. وعاكذا لحد اخر السنة. وعاكذا انا ماشينا عادي. اقول اللي يوم الخميس خد لك واجبة لك انت دي حالي. والواجبات. لان انت من اللي العملين عليها. حاضر. انا من دواي انا مستقرام مصرح. هل هي حلال والله حرام بقيت مش اكثر يعني. واجعتني بحكاية اللي عملين عليها دي. يعني بس هو دلوقتي الوجبات دي للاطفال. انا اجاوبك يا استاذ محمد. استاذ محمد انا مش شايف ان ان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ان تصرف وردك تصرف صحيح. ان تصرف ان انت ان والدك يمنق يمتنع من دعم اختك. ده مش تصرف صحيح في الوقت اللي احنا فيه ده. لكن التصرف صحيح ان والدك يجيب زوج اختك ويقعد معاه. ليس صحيح ان انت لما واحد يكون مأزوم وفي واحد عنده خلل انك تعاقب الاسرة كلها بانك انت ما تساعدهمش. ما ده يعود بخلل على اختك وعلى اولادها. اصحيح الزوج عنده مشكلة. عنده اعتمادية. عنده حاجة. الوسائل الصحيحة. اللي حل هذه المشكلة مش ان احنا نمنع الصدقة ولا نمنع الفضل اللي كان والدك بيديه لاختك. عشان نعالج ده. ده مش هيعالج المسألة ده هيزود الطين بله. يعني ايه اللي هيحصل? هتزداد المشكلات مشكلات تانية. لانه ممكن يتحول الى الانتقام انها لما يلاقي البيت وقف. يبقى الحل وايه? الحل حاجة تانية خالص. ان والدك يقعد مع زوج اختك ويكلموا. والصحيح ان هما لو مش عارفين يحلوا ييجوا على مركز الارشاد الزواجي ونكلموا. المسألة التانية لا ما تاخدش الوجبة دي. لان الوجبات دي من حق الاطفال. ومدام هي مش هتفسد لو ان هي ومدام انتو مش مأمورون ان انتو تردوها ويمكن ان انتو تخزنوها. لا خليها وما تاخدش الوجبة لان دي مش حق ليك. وانا ربنا يسامح ذلك الناظر اللي بيتكلم في الدين من غير حق. اولا دي لمصارف زكاة ولانتو عاملين عليها. وكل الكلام ده مش صحيح وما تاخدش الوجبة دي. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في رزقك وان شاء الله تكون في خير حال. نعم. يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن كرامة الانسان. وتكلمنا ازاي نتمسك بكرامة الانسان. خلينا دايما متمسكين بكرامة الانسان اللي هي مفيش حد من حقه ان هو يسلب حد كرامته. ولا حد من حقه يسلبه ارضه. لان الارض دي باب من ابواب الكرامة اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم عليها الانسان. هتفضل كرامة الانسان مش حق بيوهبوا انسان لانسان. ولكن هتفضل كرامة الانسان جزء من خلقة ربنا اللي خلق عليها الانسان. جزء من حقيقة لازم نحياها. وندفع عنها. لان دي نعمة من نعم ربنا اللي يفرط فيها بيفرط في حياته. يا رب بيجعلنا دايما مكرمين بيقنا بانك انت معانا على الدوام. واني مفيش انسان يستطيع يغير مصرنا ولا يغير حياتنا. لان كله بايديك. واحنا عبيدك. وانت يا مولانا. دايما بتحفظنا. دايما بترعانا. واحنا متمسكين بتكريمك لينا. لانك انت العظيم صاحب الحق. وانت يا حق. لن تسلب عنا. اي حق. لانك كريم. ودود. رحيم. فاجعلنا من المكرمين. الى يوم الدين. يا رب العالمين.